وإيضا استقبل ميناء الإسكندرية السفينة السياحية المالطية سليسيال كريست القادمة من اليونان وعلى متنها 1028 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 400 فرد وذلك رغم سوء الأحوال الجوية وتعد هذه الرحلة هي الرابعة للسفينة وذلك ضمن عدد من الرحلات المنطظمة التي تقوم بها إلى ميناء الإسكندرية ووصلت نوة الفيضة الصغرى ضرب سواحل الإسكندرية يصاحبها هطول أمطار عدية غزيرة وعواصف وانخفاض في درجات الحرارة وذلك لليوم الثاني على التوالي